زي ما اللي فات كان اختراع بس اختراع مقبول يعني اه ميش نعمل فتة بالحمص نعم ما تقولش لأ نعمل سلطة بالحمص دي معروفة زيها زي سلطة ببغنوك بتيجي مع المشويات والحركات دي معروفة ميش حطيتي عليها بانجر اضافة مقبولة لكن لما قالوكم ان انا هعمل لكم هعمل لكم هي هتطلع معينا وخسارة ان انا اقول يعني او خسارة في اللي هقولها عليها يعني هتطلع معينا زي الشوكولاتة القابلة للدهن ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل نوتلا او حاجة بديلة للنوتلا سيوم او نباتي هعملها مش هتتخيلوا بايه بالحمص هتنفى او والطعم انتو شعروا بانجراء احنا نحط كاكاو ونحط طمر ونحط زبدة فول سداني بصوا مغزية جدا جدا هتديكم طاقة رهيبة حلوة اوة للولاد وبادر رائعة هو مفيش مقارنة ما بينها وما بين الشوكولاتة اللي بنشتريها مصنعة ماشي طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي ومقدرنا اين هحتاج كوباية ونص من الحمص المسلوق جدا عليهم نص كوباية زبدة فول سداني اقول لكم على حاجة لو ما عندكوش زبدة فول سداني حطوا مكانها طحينة ركزوا معايا في الوصفة دي بقى علشان دي الهيرو بتاعت النهار ده لو ما عندناش نص كوباية زبدة فول سداني نحط مكانها طحينة نص كوباية كاكاو بودرة كوباية طمر طاري منقوها في المياه المياه نعيزها مترموهش فانيليا ومعلقتين قهوة سراعة الزوابان لو عايزين تدوها طعم كده القهوة شوية وللتزين فول سداني مجروش ونقدمها زي ما نقدمها انا عشان النهار ده صحي وكده هقدمها جامب توست لكن طبعا ممكن تتحط على اللي هي شرايح الرز شبكت باسمها ايه ممكن طبعا تتحط في صندويتشات عادي جدا ممكن نستخدمها كده بكده لها استخدمات كتير قوي قوي بس هي الاساس من هي عندنا هعملها في الخلط علشان انا عايزة القوام عندي يطلع كريم جدا 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 ايه دي الحموس المسلوق مسلوق منقوة 24 ساعة وبعدين مسلوق مسلوق من غير طبعا ايه زرة ملح ده طبيعي بخطها لكن لك امنوع في في القسود ولا اي حاجة وبعدين اروح اضطها عندي هنا في الخلط ماشي واعمل ايه اضربها هقلب كده علشان انا عايزة عندي هنا كل ده يبقى كريم جدا هتاخد وقت معاك شوية ونقفل وندرب تاني هقلب اهو وبدأت طبعا هي تعمل معنزق المعجون اللي انا بقولكو عليه طبعا مسلوق فهيبقى معينا بسرعة جدا وقلب هحط عليه باقي دلوقتي بصوا زبدة الفول السوداني قلتلكو لو ما عندكو زبدة فول السوداني هروح هعمل ايه حتى طحينه هتنفع هتنفع جدا جدا اهو وعندي هنا الطمر الاول كاكاو عندي كاكاو برضو هنزله كاكاو خام او عجوبه كاكاو يبقى احنا بنبوز اللي اعملناه محلة خلاص عندي هنا بقى المية بتاعة الطمر هنزلها كده وهضرب وبعدين ايه احط الطمر هحط مية تاني وهضرب هقلبها تقيبة حلوة من تحت الفوق زبدة الفول السوداني بصوا بصوا بدأ اهيه يعمل معجون ازاي اهو من تحت مع الكاكاو و الحمص انا اخترت الخلاط عشان انا عايزة ايه اخلي القوام عندي هنا كريمي طبعا تنفع في الكابة تنفع في الكابة الكابة تكون صغيرة ومحكومة علشان اضربها كويس جدا برضو يلا نضرب هحط الفانيليا و هحط ايه عندي هنا الطمر وعندي هنا كاكد كمان المعلقتين زي ما بقول لكم ال ايه انسكافير اهوة او صوري اهوة ممكن طبعا لو مش عايزينها فباشلها ويقلب كل ده تاني اهوة الطمر عندي هنا طبعا علشان الطمر هنا اه منقوع في مياه سخنه فعندي بقى معجون اول ما بحطه اهو ممكن كمان انتو تهرسوه الاول برة وتحطوه اول ما بحطه هلاقي عمل معي ايه اتهرس اتهرس خالص اهو وقلب واجيب بس كده من تحت اهوة لو احتاجت مياه فهحط مياه ايه عادي حاجه بسيطه جدا اهوة تعال وندرق بسوا انا حطت لها ايه زي من شايفين كده بقى مياه علشان امشيها ماشي اهو اروح مقلبها تقليبه كده اهوة عايز اقولكو حياتها حلوة جدا وهتبقى مش متوفرة ادوها طحينة ولا هيبان طامدة ولا ده وعنصقها اهوه نبديها ضربة موسيقى لاز انا طريقة ايه وصلت لي القوام اللي انا عايز اقولكو ان انا كمان لو طلعتها بالقوام ده ورحت احطها فيه بولا بولا وضربتها بالهند بلندر والله هتبقى أسرع تبقوا نشوف تعالوا نجرب مع بعض استنى بعد ما حفقت كله تعالوا الفكرة دي جاتلي حالا وانا معاكو ويلا هجربها معاكو ايه احنا بنجرب مع بعض دينا هنزل كله بصدق شوية المية خلوها لأ طبعا انعم كتير خلو بالك وما حطت لهالزيت خالص هي نعمة بس انا عايزها انعم بس انا عايزة اوصل القامل اللي هو ايه في اخر الخلاط ده وعشان هي تقيلة فحاس ان هي لأ هتغلبني في الخلاط وانا عايزة اطلع معاكو النتيجة حيلا فتعالوا نعمل ايه نجيب كده الهند بلندر بتاعنا اهو وتعالوا كده نجرب الله تصدقوا الموضوع انجح بس لقوام موسيقى 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 الله 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 قامها بقى ناجح جدا 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 تعالوا بقى نشوفها نقدمها ازاي موسيقى نحطها طبعا في طبق موسيقى اهو انا عايزة ادقها لكم انا عايزة ادقها لكم موسيقى علشين مفيش بعد كده حاجة سمعها هنعمل دي بالبندق رهيبة رهيبة دي اختراوع اهي سكرها مظبوط بطريقة لتقولولي حمص بقى باين فيها كاكاو طبعا باين اه زبدة فول سداني مش باين خالص خالص اه ممكن لما تحطوا زبدة فول اه لو حطيته طحينة ماشي حطوا معلقة عسل مع ايه مع اللي احنا عاملينه ده معلقة عسل مع الطمر الله على قوامها وعملنا يا جماعة النوتلا الصحية ومش بالبندق ومش ابدا بعسل ولا باي سكر ده احنا عملناها بسكر طبيعي اللي هو ايه عندي هنا اللي هو الطمر الطمر صحية انما ايه تجنن بجد طحفة طحفة دي لازم تتجرب النهاردة وترجعها تقولولي رأيكم فيها طيب تعالوا بقى نعمل منها ايه اتنين كده من التوست يلا بنا اهو طبعا انا عندي هنا ايه طوست اه 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 ميشي هاضر ميشي اهو حلوة دي استننا قطاعها لكم طبعا نوتلا او شوكولاتة قابلة للدهن يعني على طول فراولة وموز اه الله الله شكرا يا حني يا شكرا اه 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 تعالوا بقى بصوا ناخد منها كده وتعالوا نفرش على الطوست بمنتعل سهولة اهي تتحافظ طبعا في برطمان او في علبة اهي وتتحط فيه التلاجة تخلص نعمل غرها احتق يعني خلينا نعمل الكمية دي بس كده وبعدين نخلصها نعمل غرها مكتروش جربو انا مش قولوك يمكن متعجبكوش لا انا متأكدة ان هي هتعجبكو جدا بس علشان انا عارفة الفكرة غريبة فمش قولوكو عملو كمية كبيرة من دلوقتي هقولوكو الله اعملو الكمية دي بس وشوفو مطلعها قد ايه اختراع يعني عارفين لو يعني هي دي بالنسبالي اللي هتبقى وغد قوي العين اليومين دول انا معنديش مشكلة لانها فعلا هتعجبكو جدا عايدي كميان فراولة نحن اتقطعت طبعا ممكن نحط ايه شرايح موز جنبها معيها مش بس نعمل ايه مش بس نعمل هنا عندنا عايزة ايه نعمل بس فراولة عايزة ايه اعمل الطبق تانية عشان يبقى شكله حل عشان نقدمه طيب عملنا النهاردة احنا النهاردة كان اليوم الصحي اللي احنا بنعمل فيه وصفات من الاكلات الصحية يعني بنعمل كل حاجة هو تكون مبنية على الاساس صحي النهاردة قدمنا الاطبق دي بحاجة واحدة وهي الحمص عملنا منها الحلو والحادق عملنا منها ايه عملنا منها اول حاجة الفتة الخطيرة بتاعتنا اهيه والتانية حاجة عملنا صلاطة الحمص بالبنجر اللي لونها رائع ثالث حاجة عملنا الهيرو اللي لا يصدقه عقله ولكن النتيجة رائعة رائعة تتجرب النهاردة وتبعتولي يصور النهاردة وتقولي رأيكم فيها النهاردة ان شاء الله هي ايه؟ الشوكولات قابلة للدهن بلاش اقول اللي هي لم تقرنا ما بينها وما بين اللي احنا بتبقى فيها سكر كتير قوي عملناها بيه يا جماعة عملناها بالحمص وذي نتيجة معنا اكتر من رائعة هاستنياكوا تجربوا الوصفات دي النهاردة ان شاء الله اعتبادنا فيها على بروتين النباتي وان شاء الله وان شاء الله بكرة هشوفكو في نفس معادنا من واحدة لاتنين على قناتنا تن سي في والقعادة الرابعة صباحا هشوفكم على خيز بحبكم جدا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة